اشتركوا في القناة أن تتحقق بواجباتها وأن تنفذ بالكامل كل الجزاءات على إيران وعلى الرغم من مواصلة رفض الفلسطينيين ومواصلة رفضهم عهامة وتعزيزهم ودعمهم للإرهاب فإننا سنواصل سعيا إلى السلام وندعوهم إلى العودة إلى المفاوضات بدون شروط وأتمنى أن مزيد من البلدان ستدرك أن الفلسطينيين وليس إسرائيل الذين يحتاجون إلى الضغط لكي يعودوا إلى التفاوض سيد رئيس أصحاب السعادة والمعالي زملاء العزاء يشرفني أن أقدم بياننا من وئيس وزراء إسرائيل دولة بن يمين يتنياهو السيد الرئيس السيدات والسادة لا يعرف الشرق الأوسط بأخباره السارة ولم يتوقع أن يختلف الوضع هذا العام لم تكن منطقتنا بمنأة عن آثار الجائحة لكن يسرني أن أزف لكم هذا العام خبرا سارا عن الشرق الأوسط لا بل خبرين في وقت سابق هذا الشهر استضاف الرئيس ترامب فعالية في البيت الأبيض وقعت فيها إسرائيل على اتفاق تاريخيا مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين هذه أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية منذ أكثر من ربع قرن وهي المرة الأولى التي وقعت فيها إسرائيل اتفاق سلام مع دولتين عربيتين في اليوم نفسه بفضل هذين الاتفاقيتين ستنعم شعوبنا بالسلام وتستفيد من فرص التجارة والاستثمارات والنقل والسياحة وتعزيز التعاون في مجالات لا تحصى وأنا على يقين بأن دولاً عربية ومسلمة أخرى ستنضم إلى هذا السلام في المستقبل القريب القريب ولد هذا السلام من فشل استراتيجيات المعتمدة في الماضي فعلى مر سنين انتوال عارض الفلسطينيون فكرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي معارضة تامة وطوال عقوداً عرقلت مطالبات الفلسطينيين غير الواقعية فرص التقدم ومنها مطالبتها بانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 غير مبررة واعتمادها على جهات أخرى للدفاع على أمنها ومطالبتها لإسرائيل بطرد عشرات ألاف الإسرائيليين من منازلهم بما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي ومطالبتها بأن تستوعب إسرائيل ملايين الفلسطينيين أو المتحدرين من لاجئين هاجروا بسبب حرب شنها الفلسطينيون على إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن بالطبع لن تقبل أي حكومة إسرائيلية مسؤولة بهذه المطالبات غير المجدية ولكن طوال أعوام حاولت جهات كثيرة في المجتمع الدولي أن تروج لهذه المطالبات الفلسطينية المنافعة للعقل فأضاعت الوقت في محاولتها لتحقيق وهم يستحيل تحقيقه بدلا من أن تعمل على حل واقعي قابل للتحقيق لحسن الطالع اختار الرئيس ترامب مسارا مختلفا نحو السلام وهو مسار يرتكز على الواقع اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وترح خطة سلام واقعية تعترف بحقوق إسرائيل وتلبي احتياجاتها الأمنية وتوفر للفلسطينيين مسارا واقعيا كريما نحو الأمام عند التوقيع على السلام مع إسرائيل قال الناقضون أن خطوات ترامب ستقتل فرص السلام وكم كانوا مخطئين فقد عززت هذه الخطوات السلام واليوم قرر الدولتان عربيتان تحقيق السلام مع إسرائيل وستسير دول أخرى على خطاهما فاتساع دائرة السلام لن يقود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا بل سيعززه ويزيد من فرصه سيدرك القادة الفلسطينيون مع الوقت أنهم عادوا قادرين على إعاقة السلام والتقدم في منطقتنا على أمل أن يقرروا في نهاية المطاف تحقيق السلام مع الدولة اليهودية عندئذ ستكون إسرائيل جاهزة وستكون أنا شخصيا جاهزا ومستعدا للتفاوض على أساس خطة ترامب لإنهاء نزاعنا مع الفلسطينيين بشكل نهائي السيدات والسادة لا تتحد إسرائيل مع دول العالم العربي لتعزيز السلام فقط بل أيضا لمواجهة أكبر عدو له في الشرق الأوسط ألا وهو إيران لا تنفك إيران تعتدي عمدا على الدول المجاورة لها وتشارك أذرعها الإرهابية بشكل مباشر في ارتكاب العنف في الشرق الأوسط بما في ذلك في العراق وسوريا واليمن وغزة وطبعا في لبنان شهدنا جميعا على الانفجار المريع في مرفأ بيروت الشهر المنصرم هنا وقع الانفجار هذا مرفأ بيروت توفي مئتا شخص وجرح الآلاف وتشرد ربع مليون شخص آخر إليكم مكان الانفجار المقبل المحتمل هنا هذا حي الجناح في بيروت الذي يقع بالقرب من المطار الدولي في هذا الحي مخزن سري لأسلحة حزب الله يقع مخزن الأسلحة السري هذا على بعد متر واحد من شركة غاز هذه أنابيب غاز هنا ويبعد المخزن بضعة أمطار عن محطة وقود وخمسين مترا عن شركة غاز أخرى هذه شاحنات غاز أخرى وتحيط بالمخزن منازل المدنيين هنا وهنا هذه إحداثيات دقيقة لحي الجناح إليكم مدخل مصنع صواريخ حزب الله فهذا ما هو؟ هذا المدخل هذه شركة الغاز وهذا مخزن الصواريخ المتفجرة أوجه كلمة إلى سكان الجناح لقد آن الأوان لتتحركوا وترفعوا الصوت إذ لو انفجرت هذه الأسلحة ستحل بكم مأساة أخرى وأوجه كلمة إلى شعب لبنان لا تضمر لكم إسرائيل أي شر على عكس إيران فإيران وحزب الله يعرضانكم وأسركم إلى خطر كبير عمداً لكم أن توضحوا لهما بأن أفعالهما غير مقبولة طالبوا إيران وحزب الله بهدم هذه المخازن منذ أيام قليلة انفجر أحد هذه المخازن في عين قانا جنوب لبنان لهذا السبب على المجتمع الدولي أن يحث حزب الله على التوقف عن استخدام لبنان والمدنيين اللبنانيين دروعاً بشرية السيدات والسادة علينا أن نقف جميعاً في وجه إيران ويستحق الرئيس ترامب كل ثناء في موقفه منها أثني بداية على رئيس ترامب الذي انسحب من الصفقة النووية المعيوبة مع إيران في 2015 وقفت وحيداً بين قادة العالم معارضاً صفقة النووية المخزية مع إيران عارضتها لأنها تعبد طريق إيران نحو القنبلة النووية بدلاً من أن تقوده عارضت الصفقة لأن القيود التي فرضتها على برنامج إيران النووي لم تكن إلا مؤقتة ولم تكن مشروطة بتغيير إيران سلوكها واليوم وصلت انتهاكات إيران إلى هذه القيود المؤقتة حتى وبسبب هذه الانتهاكات ستمتلك إيران في غضون أشهر قليلة كمية يورانيوم مخصب تكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين وتعمل إيران على جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي تسمى IR9 ستضاعف قدرتها على التخصيب خمسين مرة السيدات والسادة لا شك في أن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية فالأرشيف النووي السري الذي حصل عليه عملاء إسرائيل من قلب طهران يثبت ذلك بشكل قاطع قبل عقد الصفقة النووية طمأننا العالم لا سيما أصدقاؤنا الأوروبيون أن الرد على أي انتهاك إيراني سيكون سريعا وقاسيا ولكن في وجه انتهاكات إيران الفاضحة في وجه الأدلة الدامغة الواردة في الأرشيف النووي لم يحرك مجلس الأمن ساكنا بعد التمسك بالصفقة النووية الفاشلة غض مجلس الأمن الطرفة عما كان واضحا وضوح الشمس لكل من يستوعب الوضع في الشرق الأوسط بدلا من كبح جموح إيران ساهمت الصفقة النووية في تغذيته وتمويله منذ خمس سنوات عندما تم رفع الجزاءات عن إيران قامت القوى العظمى في العالم بإطلاق العناني للوحش ومن ثم تأملت خيرا ولكن تماما كما حذرت من خمسة أعوام نحن وسكان الشرق الأوسط نعاني بسبب تبعات هذه الصفقة غير المسؤولة باتت إيران أثرة وأقوى واستخدمت الملايين التي تدفقت إلى خزائنها لتغذي حملة غزوها الدموية في المنطقة لحسن الحظ رأى الرئيس ترامب الصفقة النووية الكارثية على حقيقتها وعامل على هذا الأساس فأعاد فرض العقوبات الأمريكية وخيرت دول بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران وقد على أخطر إرهابيا في العالم أي قاسم سليماني في الشهر المنصرم عندما رفض مجلس الأمن تمديد حظر توريد الأسلحة المفروضة على إيران أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في حين نرى مجلس الأمن منقسما تتحد دولنا في المنطقة ينادي العرب والإسرائيليون معا بفرض تدابير قاسية على إيران وعندما يتفق العرب والإسرائيليون لا بد للآخرين أن ينصتوا تدعو إسرائيل كل أعضاء مجلس الأمن إلى الوقوف في صف الولايات المتحدة في وجه اعتداءات إيران والاندمام إليها في التشديد على أن تتخلى إيران عن برنامج أسلحتها النووية إلى الأبان قفوا في صف الولايات المتحدة في مواجهة أكبر تهديد للسلام في منطقتنا فلو فعلتم ذلك كل ثقة أننا سنتمكن في السنوات المقبلة من الاحتفال بأخبار سارة أكثر من الشرق الأوسط أخبار سارة لإسرائيل لجيراننا العرب وللعالم وكل من يسعى إلى تحقيق السلام والأمن والإزدهار وشكرا لحسن الإصغار ترجمة نانسي قنقر